اختطت اسكتلندا طريق الحكم الذاتي مع إنشاء برلمان خاص بها في عام تسعة وتسعين وتسعمائة وألف في أعقاب استفتاء أجري قبل ذلك بعامين وأسفر عن تأييد ساحق الملكة إليزابيث الثانية في خطاب افتتاح البرلمان الاسكتلندي إنه يوم تاريخي لسكتلندا ومن واجبنا الرسمي في هذه القاعة مع عيون البلاد علينا أن نذكر اللحظة التي سيتسلم فيها هذا البرلمان الجديد صلاحيات كاملة في خدمة الشعب الاسكتلندي على ما يبدو فإن سكتلندا ليست مستعدة للاستقلال الناجز بعد مما أزال عبءا عن كاهلي ديفيد كاميرون الذي خاطر بأن يكون أول رئيس وزراء في التاريخ لم يكن قادرا على حفظ المملكة المتحدة العواقب السياسية للتصويت بلا في الاستفتاء ليست قليلة إذ يجب على وستمينستر الآن الالتزام بتعهداتها نحو مزيد من الحكم الذاتي الاسكتلندي في الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية الوقت يمر تعهد كاميرون سيتم التوصل إليه مع العمال والديمقراطيين الأحرار بحلول تشرين الثاني نوفمبر على شكل مشروع سينشر في كانون الثاني يناير الضرائب سوف تكون واحدة من أكبر نقاط الخلاف منذ عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف كان البرلمان الاسكتلندي المسؤول عن سياسته الخاصة عندما يتعلق الأمر بالحكومة المحلية والصحة والتعليم والزراعة والبيئة وكذلك النقل والسياحة تبقى السياسة الخارجية والدفاع والعمل والضمان الاجتماعي تحت ظل وستمينستر جنبا إلى جنب مع ملفات التجارة والطاقة بشكل حاسم يعتقد كثير من المحافظين بأن أي تفويض إضافي لسكتلندا يجب أن يقابل بإعطاء النواب الإنجليز دورا أكبر في القوانين الإنجليزية لا ريب أنه ستكون هناك مطالب بالتغيير في أماكن أخرى في المملكة المتحدة بعد تعهدات ببقاء صيغة التمويل العام في سكتلندا دون تغيير حيث تتلقى سكتلندا حوالي 1600 جنيه أكثر للفرد من بقية أنحاء المملكة